أهلا أحبائنا مشاهدينا حديثنا كيف نتغلب على الكراهية ومين ممكن يعطينا الصورة الأفضل إلا ابن البلد نفسه معنا أحبائي ضيف لبرنامج ليكن نور صديق غالي على قلبي بحبه جدا شخصية محبوبة نشيطة جدا في كل البلاد في غزة في بيت لحم الضفة رمالة وطبعا في إسرائيل معروف عند الجميع اللي هو القسيس الدكتور جاك صارة الدكتور جاك هو مدير كلية الكتاب المقدس في بيت لحم أهلا وسهلا أخوي المحبوب أخ جاك أهلا وسهلا حبيبي أسيس نيزار يعني كتير فرحان وسعيد أن أكون معاك في هذا البرنامج شكرا كتير لأستضافتك ومرحبا للجمهور ولكل إنسان عم بسمعنا في كل مكان في العالم أهلا حبيبي أخ جاك طبعا في حيرة في تساؤلات كتير وعم تصلنا كتير تساؤلات هو اللي عم بسير في البلاد شو الوضع شو أصله إذا ممكن بس تعطينا هيك حالة تشخصية للوضع الحالي في الأراضي المقدسة شكرا كتير يعني حقيقة يعني زي ما تقول أنا بحياتي ما شفتك وضع رغم من أنه مرينا بحروب ومرنا في صعوبات وانتفاضات يعني أنا نفسي مسمى بجيلي جيل الانتفاضة الأولى لأنه عصرتها الانتفاضة الأولى اللي كانت انتفاضة الحجر اللي وقته كان حقيقة بعدها صار في تغيير على مستوى البلد كله لكن هاي الأيام اللي عم بنعيشها أيام شوي مختلفة زي ما تعرف السيسيزار يعني أنت كفيت ووفيت من الحكي والمشاركة عن وضع الشعب الفلسطيني الوضع في فلسطين وفي إسرائيل وكل التفاقم اللي حصل خاصة من حادث مش صغير يعني طبعا النكبة الفلسطينية صار لها أكتر من 72 سنة واللي زاد التين بلي أنه خلال الأيام أو خليني أسباع الماضي حاولوا مجموعة متطرفين أنه يقتنسوا ياخدوا بيوت مجموعة فلسطينية في القدس في حي الشيخ جراح زي ما تعرفين هذه كانت زي كأنه قمة النار النيران الشعلي اللي أشعلت أججة الشعل الماضي اللي حصلت واللي لساتة عم تحصل في فلسطين والعائلات اللي سكنين طبعا اعتردوا بلشوا مظاهرات سلمية بلشوا الشباب والرجال والنساء يوقفوا معاهم وقفات سلمية حقيقة يعني لكن أوقات تعرف ممكن إشيزا هيك كمان يثير غضب الناس اللي حواليهم وصار غضب المستوطنين والشرطة وحصلت اشتباكات اللي حملت من هناك من الشيخ جراح للمسجد الأقصى لكل القدس وللأسف الشديد كمان انتشرت يعني نيران هاي لكل بلد عربية وحتى لكل بلد عربية ويهودية وهذا الاشي اللي أنا ما شفته في حياتي يعني اللي ما شفته الكراهية اللي عمالت تصاعد العنصرية اللي عمالة بنادلة إلها واللي حقيقة صارت يعني موجودة حتى في بين الجيران يعني لما يكونوا جيران سكنيني بنفس البيت وواحد صار زكا أنه يخاف من التاني هذا اشي شوي صار صعب خصوصا للفلسطينيين السكنين في مدن إن كانت إسرائيلية أو مدن مختلطة أو مدن فلسطينية في إسرائيل وكمان في فلسطين وكمان اللي زادت طيم باللي طبعا اللي الحرب اللي اندلعت في غزة من الصواريخ أو خلينيقول هجوم الطائرات اللي حقيقة اليوم قبل شوي كنت عم بتحدث مع أخ لقلي من غزة وواحدة من الأشخاص اللي اتضرروا يعني أخ مسيحي وأخته مسيحية وعائلات مسيحية في غزة لبيوتهم اتهدمت دير اتهدم وأمارات يعني بالعشرات نزلت وصار في لاجئين من مرة وجديدة يعني لجوء بعد لجوء بعد لجوء فإذا بتطلع على الأرض يعني الوضع صعب الوضع قاطم والوضع بيخلي القلب حقيقة يدمى ويحزن وما إلنا يعني غير نرفع عيوننا للسماء حتى نطلب رحمة الله على هذه الأرض لأن هذه الأرض محتاجة رحمة الرب محتاجة سلام عادل محتاجة حقيقة تغيير تدخل إلهي وتدخل كمان عالمي حتى يقولوا كفى للحرب وكفى للقتل يعني بالصعب علينا أن تشوف أطفال عما لا تقتل أمهات بتصير تكلة أباء عم بيخسروا أولادهم وبناتهم في طرفة عين هيك وهني قاعدين جنبهم هذا الشيء صعب جدا وإحنا هذا الإشي اللي إحنا ضده ضد العنف وضد القتل وضد الضمار الإنسان غالي عن الرب مهما كانت جنسيته مهما كانت خلفيته مهما كانت ديانته الله بيحب الإنسان الله بيحب الإنسان ولدرجة زي ما قلت المسيح مات حتى الإنسان ما يهلك لكن تكون له الحياة الأبدي وهذه حقيقة هي صلاتنا صلاتنا من أجل هذه الأرض حتى يصير في تغيير روحي وتغيير عام على مستوى السلام العادل اللي بنتمنى ونستنى اشتركوا في القناة